تقريباً تحدثنا عن كثير من الأمور التي تتعلق بالوضع الحالي كرئيس تحريك كذلك أشرت إلى تجارب حتى شخصية منها واليوم ربما كشعب أيضاً أنه في الختام لأنه وصلنا تقريباً للختام الرسالة التي ربما محمد عصماني كإعلامي كواحد من الشعب كذلك يقدمها من خلال خبرتك على الأقل أنا والله العظيم غير شوفي أنا معلش أني نخطب الناس لم يشاهدوا فينا أنا كشخص والله متفائل متفائل ببلادي عندي ثقة كاملة في رجالاتها في مؤسساتها ومتفائل أنه بإذن الله أنا دايماً كنت نرفع على المطلب أنه ربي عليه رأي بلادنا أنا شوف الأخت هاجر نقول لك بصراحة أنا اليوم ما نقول لك ش أنت قلت لي وضع صعيب ووضع غير عادي أنا نقول أنه اليوم كين حراك وهذه فرصة للتغيير تغيير سلمي تغيير هادئ في بلادنا الناس شبابنا شعبنا خرجوا عبروا عن مطالبهم السلطة الآن في أرياحية من المفروض هذا والمنطق السلطة تخدم في أرياحية عندك شعب قعم وراك حاب تغيير حاب التغيير تمشي السلطة في هذا الطرح تمشي السلطة في التغيير وإن شاء الله تتحسن الأمور وكل أنا متفائل بصراحة هاجر أنا إنسان متفائل عندي ثقة في بلادي ما تقول ليش هذا منينجاك هذا الإفراط في التفائل لكن ما صارت الجزائر صعيبة لازم فاني الناس تعرف الجزائر مرت بمرحلة ما صارت صعيبة يا هاجر من الاستعمار التركي إلى الاستعمار الفرنسي إلى كل ما حدث وضعك الاستراتيجي بلادك حافظت على حدودك كاملة شاملة حافظت على سيادتك قرارات مهمة درنا قرارات مهمة هذا اقتناعي هذه قناعتي اللي راصخة درنا قرارات مهمة في وقت صعيب شكون ينجم يوقف مواقف صعبة هذه في وقت الأزمة الأزمة والجزائر الدرسي مواقف الجزائر تلقيها ثابتة جزائر مواقفها ثابتة جيشها الحمد لله على الحدود حامل حيمة جيشنا واحد مواحد قوي مؤسساتنا قيمة وقسيم بالله غير دولة قوية في المحور الحالي فقط السلطة السياسية تكون في المستوى السلطة السياسية في المجدولة هذا التفاؤل الذي تتحدث عنه هو الذي تنضي به ختام كل حصة من حصتك وعرفوك الجزائريين بهذا الشعر شعر عفوا انت فضل أصلا دايما إن شاء الله نختم اليوم وكأنه حصة تاعة رح نختمها إن شاء الله دايما ربي يعلي رايد بلدنا تحية لك هاجر وشكرا على إيش